اشتركوا في القناة في حلول كتير تقليدية والأسف ما كانتش بيجيب نتيجة للوقت مع زراعة الشعر النتائي بتكون مضمونة جدا والحياة زراعة الشعر الطبيعة حلت مشاكل كتير جدا لأنها كمان سهلة وبسيطة وآمنة ونتائجها مزهلة نهاردة هنتكلم عن أسباب تساوكة الشعر وإيه حل الصلع سواء كان صلع وراسي أو مرضي وأحدث الطرق لزراعة الشعر هيكلمنا في كل ده ضفنا اللامع في جراحات التجميل الأستاذ الدكتور والغاني مستشاري جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية وأيضا دكتورات جراحات الأطفال والتجميل جماعة عين شمس ومدرس بكلية الطب جماعة عين شمس وأيضا عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال أهلا بك يا دكتور ومنورنا موضوع مجمي جدا أنه كل البيت بيشتكي من تساقط الشعر طبعا طبعا المركز عند حضرتك معروف بزراعة العملية دي يا دكتور عايزين نتكلم عن عملية زراعة الشعر الطبيعي تمام أول حقيقة يعني زراعة الشعر إحنا مرينا بمراحل كتير قوي فيها وبالفعل هي عملية دلوقتي تطورت بشكل كبير جدا الحقيقة أنا بتدعي مش تحيز لنا بس الفكرة أن إحنا أعطعنا شهود كبير قوي فيها سافرنا برنا كتير وحضرنا كم هائل من الأبحاث والمؤتمرات اللي تمت في الموضوع دا والحقيقة عملنا طفرة فعلا فيها يعني دلوقتي ناس كتير قوي لو هي بتقعد بتسمع عن بلاد مشهورة جدا زي تركيا بيفتكروا أنه هو مصر بعيدة قوي عن الموضوع دا لا أنا بأكد والله مش تحيز وبأتكلم بمنتهى الصدق وأن فعلا إحنا مواكبين لأحدث حاجة في زراعة الشعر بل بالعكس إحنا كل يعني طول صغيرة أو حاجة بسيطة جدا في تقنيات هذه العملية بنطلب نجيبها من برا يعني زمان في زراعة الشعر كان التقنية المعروفة طريقة تقنية الشريحة كنا بناخد جزء جبير جدا من الشعر وبنعمل جرح وراء دا كان أقصى حاجة في زراعة الشعر دلوقتي الموضوع تطور على مستوى العالم وصلنا له أحدث طريق اللي اقتطافل اللي نتكلم عليه النهاردة اللي أي حد بيعاني من مشكلة الصلع بجد يعني يبقى متطمن أن في مصر في هذه التقنية بتتعمل على أعلى مستوى والحمد لله بقى عندنا كم مشرف من الحالات ومن النتائج وزي ما بقول احنا بقينا نهتم أن لو في حاجة صغيرة في العملية طلعت في أي مكان في الدنيا بنبعت نجيبها عشان نخلي الستاندرد بتاع العملية ومستوى العملية فعلا بيواكب النتائج العالمية بل بالعكس والله والله أنا بقول أن في ناس عملت العمليات حتى في الأماكن دي وجت تعدها تاني عندنا الحمد لله لأن العملية دي بالذات احنا فعلا مهتمين بيها ومش مهتمين بيها عشان هي عملية مثلا أحسن حاجة في جراحة التجميل لا لأن العملية تعتمد على الفريق وإحنا فعلا حرصنا أن الفريق اللي معنا فريق مدرب محترف جدا يمكن يمكن دلوقتي كمان يعني الناس زميلنا بيستعينوا بفريقنا في بعض العمليات في أماكن أخرى عشان احنا قعدنا في فريق ده تقريبا أكتر من عشر سنين مركزين معاهم خليناهم يمروا بكل مراحل التدريب عشان نوصل بالفريق ده أنه يكون أقوى فريق زراعة شعر في مصر والوطن العربي وإن شاء الله قريبا هبقى المستوى العالم طيب قبل ما نروح للوقت تانية دكتور في البداية ليه أصلا الشعر بيقع وخصوصا لأطفال صغيرين يعني كل البيت يشتكوا من موضوع سقوط الشعر طبعا سقوط الشعر دي البداية اللي ممكن تنتهي بالصلاع فسقوط الشعر دي مشكلة منتشرة كبيرة جدا زي ما قلتي ممكن تبدأ في سن الزغير في سن الطفولة مرورا لحد سن الشباب الحقيقة ليه أسباب مختلفة وجوده في سن الطفولة ده ليه أسباب ليه علاقة بقلة التغذية لا يمكن نقول أن طفل عنده تسقط شعر عشان ده صلع وراسي لا ده ده كلام ده خاطئ أو تأثير هرموني لسه الأطفال مشتحت التأثير الهرموني في الموضوع ده لكن ده ليه علاقة بالتغذية ده حل البسيط أنه احنا الطفل ده محتاج أنه هو ياخد بعض الفيتامينز أشهرها فيتامين A وفيتامين A وفيتامين B أكتر ثلاث فيتامينز مهمين جدا للشعر ده بيحسن تسقط في الأطفال طيب الشباب بقى لما بيدخل في سن العشرينات ويبدأ يعاني من هزين المشكلة هنا أسباب كتير أشهرها الصلع الوراسي بنلاقي أن حد فيه علت الأب والأم عنده هزين المشكلة وبالتالي هو ده مبشر أنه ممكن يحصل له صلع وراسي طيب فيه عوامل تانية ممكن يبقى برضه التغذية ممكن الاستخدام السيء لبعض المستحضرات زي الكريمات والزيوت والجرل والحاجات الهية مش عارف مين بيطلع زيت ايه وبتاع كلام ده كله كلام مالوش أي أساس طبي عشان ترويج لحاجة معينة خاطئة الحاجة التانية ممكن الحالة النفسية فيه ناس بتعرض للسترس دايما فممكن الحالة النفسية يؤدي إلى ذلك الناس اللي بتشتغل فيه مناطق البحر الأحمر والخليج دايما بيستخدموا الماء الملحة ده بيأثر على الشعر وبيلاقي أن الشعر سقط في فترة صغيرة جدا طيب ده حلو ايه حلو أن احنا في منطقة في وقت التساقط ده في علاج معين العلاج ده بيبقى من خلال بعض الأدوية بعض الجلسات زي الميزو ثيرابي اللي احنا بنحقن فيها بصيلات الشعر عشان نقويها ونغزيها والحديث كمان دلوقتي الـ PRP البلازمة احنا الحقيقة دلوقتي يبقى عندنا بروتوكول بنحقن فيه الشعر بنحن نعمل حوالي 16 جلسة ميزو ثيرابي مع 4 جلسات PRP بحيث أن يبقى المجمل 20 جلسة ده كورس كامل بنعمله لتقويت بصيلات الشعر ده لكل المرضى يا دكتور الـ PRP أو البلازمة ده لكل المرضى لكل المرضى ولكن الـ component أو المكونات تحت المهازين مواد مختلفة من المريض إلى آخر نتيجة أن الصلع الزكوري غير الصلع الوراثي غير الصلع اللي هو ناتج عن السعلابة كل دي حاجات مختلفة جدا طيب الناس اللي عندهم صلع وراسي هل الحقن ده هيمنع حدوث الصلع الحقيقة لا لأن الصلع الوراثي ده حاجة في الجينات فإحنا لو خدنا هذه الجلسات إحنا بس بنأخر حدوث الصلع أو بنقلل أن المساحة ما تبقاش كبيرة لكن ده ينفع معه الصلع اللي هو المرضي العادي العادي التسقط العادي أو الضعف العادي اللي هو فترة الامتحانات الاسترس لو إحنا التغذية ضعيفة أو 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 كل الكلام ده بيعيد تاني الشعر لحالته الطبيعية ولكن الصلع الوراثي إحنا بنأخر حدوثه أو بإن إحنا بنأجل أن الموضوع ما يفضاش بسرعة أو نحصر المنطقة بدلا ما تبقى منطقة واسعة تبقى منطقة محدودة تمام هنروح نشوف فيديو عن البلازما ونرجع مرة تاين تمام إحنا طبعا زي ما إحنا شايفين البلازما فكرتها إن إحنا بنستخلص جزء من الدم اللي هي البلازما يا دكتور اللي هي بتبقى عينة الدم كاملة الجزء التحت ده الدم وجزء الأصفر اللي فوق ده ده سائل البلازما في النص بنركز الأنبوبة دي أنبوبة مش الأنبوبة العادية عشان بعض الدكترة بيجيبوا الأنبوبة بتاعت المختبر بتاعت المعامل وياخدوا العينة ويفصلوا البلازما ويدوها لا إحنا بناخد أنبوبة مخصوصة زي ما إحنا شفنا بيبقى فيها جزء بيركز الـ PRP اللي هي الصفايح الدموية واحتواءها على مواد زي عوامل النمو وبتخلي أن البصايلة ممكن تنتج شعرة واثنين وثلاثة وبالتالي بناخد الجزء الغني ده ونحقنها في فروة الرأس آه فروة الرأس بنديها بشكات بسيطة جدا بنوزعها في الشعر بحيث أن احنا ممكن الجلسات دي لو كررناها في حدود مثلا من جلستين لأربع جلسات بنبدأ نحس بنتيجة كويسة جدا زي ما إحنا شايفين بتبقى بإبرة بسيطة رفيعة جدا بنديها في فروة الرأس ما بين البصايلات عشان توصل مباشرة للبصايلة وبالتالي هنا ناخد نتيجة كويسة جدا لتقوية بصايلات الشعر ده مش لوحده ممكن نستعين إلى جانب البلازمة أن احنا نستخدم برضو الميزو ثيرابي وهي بعض المواد اللي بقى فيها فيتامينز وي حاجات طبيعية بتقوي يعني نمو الشعر مرة تانية بالزبط فهنا بنعملها زي بروتوكول كورس كامل الكورس ده دايما بنؤكد على كل حالة أنه لازم نخلصه لازم ناخد الكورس نخلصه عشان فينا ساعات بتيجي في النص تزهق تقولك أنا مش أنا مش هكمل لما بتخلصوش هنا بتظلم الكورس ده وتقول أنه هو ما بيجيبش نتيجة لا هو بيجيب نتيجة بس لما نخلصه عشان هو محسوب أنه ليها جرعة معينة عشان تبدأ البصايلة تشتغل أن البصايلة تبقى بطيئة جدا فيه أن هي تستجيب للحقن وبالتالي هم نخلص الكورس ده عشان نحصل على نتيجة كويسة تمام دكتور هل يعني زراعة الشعر بيكون لها أنواع وفيه حالات ما بينفعش معها زراعة الشعر هنا بقى الجزء التاني اللي هو الصلع بقى عشان احنا نتكلم بالشعر خالص وإحنا بنتكلم على الزراعة فإحنا بنتكلم على حالات اللي هي ما فيها الشعر تمام يعني الحالة دلوقتي المنطقة فاضية طيب فيه حالات بتبقى الشعر خفيف في النص وبيبقى شايف أن فيه فراغات لما نيجي نكشف عليه بنلاقي أن فعلا فيه فراغات فاضية يبقى ده محتاج زرع شعر طب افرد فيه بصيلات موجودة ولكن البصيلات ضعيفة ده مش محتاج زرع شعر يعني لازم نفرق في موضوع وجود الشعر والفراغات ما بين الشعر حاجتين هل ده صلع وفراغات حقيقية ولا هل ده شعر موجود ولكن من ضعفه خلى أن الشخص يحس أن المنطقة فاضية لو المنطقة لسه فاضية يبقى هنا ما ينفعش نعمل زرع احنا ممكن نمشي بالجلسات عشان نقوي شوية أو ننتظر لحد ما لو فعلا فراغات بدأت تفضي يبقى هنا نتاجه لعملية الزراعة أما بالنسبة للمنطقة الفاضية اللي هي الصلع بقى صلع كامل أشهرها منطقة مقدمة الجبهة بنلاقي أن فيه منطقة السبعتين مع تقدم العمر بتحصل عند الرجال بتبدأ تدخل شوية والمنطقة الجبهة بتبدأ تتراجع في بعض الشباب النتيجة الصلع الوراثي بيبدأ المنطقة تفضل بالكامل وبالتالي هنا بيحتاج عملية زراعة الشهر الطبيعي احنا مش هنتكلم في كل أنواع عملية الزراعة احنا نتكلم على أحدث حاجة عشان ده اللي يهم الناس كلها دلوقتي احنا نتكلم وبنخص في عملية زراعة الشهر الطبيعي هي زراعة الشهر الطبيعي بالاقتطاف طريقة القديمة اللي هي طريقة الشريحة ما عدناش خلاص بنستخدمها غير في حالات محدودة قوي ولكن هي اللي بنستخدمها دلوقتي هي أحدث طريقة اللي هي الـ FUE او الاقتطاف فكرة الاقتطاف ان احنا بناخد بصيلات لوحدها من غير ما ناخد جزء من الجلد كامل ونبدأ نخرجه برا ونبدأ نقطعه لا بناخد بصيلات متفرقة في المنطقة القوية من الشعر اللي هي منطقة الجانبية الشعر عشان يبقى فيها شعر غزير أكتر الشعر غزير وما بتتأثرش به الهرمونات اللي بتسبب سقوط الشعر واشارها هرمون الزكورة وبالتالي الشعر لما بتنقل بتاخد نفس مواصفات قوتها في المنطقة اللي بتتزرع فبالتالي ما بتقعش هنا الـ FUE ادينا فايدة زي ان احنا ما فيش جرح ادينا ان احنا نقدر ناخد عدد كبير جدا من الشعر كان زمان كان بيبقى محدود لكن دلوقتي مع تقدم التقنية دي والتولز والأدوات اللي مستخدمة دقيقة قوي بنقدر تخليه ان انا اخد عدد هائل من الشعر وبقدر ان انا اوزعها وحطها بنفس قطر الشعر وبالتالي هنا الموضوع بيبقى طبيعي 100% مش باين ان انا عامل اي حاجة فيه تساؤل دايما شائع طب المنطقة اللي انا باخد منها دي بتفضى لا ما بتفضاش خالص لان انا باخد البصيلة ما بين الشعر من الدقة ان هي ما تبنش ان انا فرغت الشعر يعني الشخص اللي عامل هذه العملية بعد اسبوع عمر ما بيبن ان هو عامل عملية اصلا خالص سواء هنا او هنا المنطقة تبقى طبيعية تماما الشعر في المنطقة المزروعة بيبقى شعر بسيط طالع والشعر في الورا بيطلع بيطلع ما فيش اي مشكلة خالص منه تمام الناس بقى دكتور اللي عندها صلعة ممكن نعمل لهم عملية اللي اكتطاف لحضراتك ذكرتها من مناطق تانية في الجسم طبعا هي يعني التقدم برضو في الزراعة فادنا ان احنا ممكن ناخد من منطقة السدر او من منطقة العينة او في بعض مناطق الجسم ولكن دي بتحتاج برضو يعني ان انا ابقى متأكد ان الكواليتي بتاعت الشعر كويسة لان الشعر في مناطق الجسم ما بيتولش بنفس طور الشعر فانا هنا بختار الحالة بمنطقة الدقة وبفاهمه ان لو في الحالات اللي هي عندها ضعف في الشعر في المنطقة الجانبية والخلفية لو احنا استخدمنا من مناطق تانية هنا الشعر مش هيتول لطول اللي براحتنا لقد هيوصل لمرحلة معينة وهيثبت على كده لا يتيح ليا انه نوعه يتول بشكل يعني طبيعي ولكن في بعض الحالات طبعا زي ما قلنا ممكن نستخدم حاجة زي كده لكن الشائع ان احنا بنستخدم من نفس الرأس ومن نفس الشخص من المنطقة المعروفة او المشهورة اللي هي منطقة الجنب ومنطقة اللي هي اسفل الرأس تمام هنروح نشوف تقرير ونرجع مرة تانية مشكلة الصلع من اكتر المشاكل المزعجة للرجل والمرأة وكتير من الناس بتبحث عن اقمن وسيلة لعلاج المشكلة دي زراعة الشعر الطبيعي بتعتبر الحل لعلاج الصلع الصلع ليه علاجه مختلف تماما عن تساقط لان الصلع عبارة عن ان المنطقة بقت فاضية ما فيهاش بوصيلات هنا العلاج الامثل هو عملية زراعة الشعر الطبيعي واحنا بنقول زراعة الشعر الطبيعي يعني من نفس الشخص مش من مصدر تاني عملية زراعة الشعر الطبيعي بتتم عن طريق الاقتطاف ودي احدث تقنية وبيكون غير ملحوظ ان فيه عملية زراعة شعر حصلت لان ما بينتوكش عنها ندبة لان ما فيهاش غرس جراحية طريقة الاقتطاف بيتم فيها بشكل مبسط استخراج بوصيلات الشعر باستخدام آلة دقيقة والوصول لعدد البوصيلات المناسب من المنطقة المانحة بعد كده بيتم عمل فتحات دقيقة في منطقة الصلع وزراعة البوصيلات فيها وتوزعها بشكل يساعد في عدم ظهور منطقة فقدان الشعر احنا بنجيب بوصيلات بناخد بوصيلات من نفس الشخص من منطقة جانبية او منطقة اسفل الرأس اللي هي المنطقة الخلفية منطقة دي قوية جدا بتحتوي على بوصيلات شبه دائمة بنستفيد منها ان احنا قدرنا دلوقتي باحدث التقنيات اللي هي عملية الفيو اي او زراعة الشعر الطبيعي بالاقتطاف من غير من نسيب اثر او نفتح الجلد او نخيط بناخد بوصيلات من منطقة اللي احنا قلنا عليها دي وننقل البوصيلات في المنطقة اللي فاضية اللي هي بتعاني من الصلع يهمنا قوي ان الموضوع يتم بمنطقة دقة عشان ناخد البوصيلة ونحافظ عليها ونحط البوصيلة دي في سائل مخصوص عشان يحافظ انها تبقى تعيش الفترة الانتقال والفترة دي بتبقى عبارة عن تقريبا من ساعة ونص لساعتين لان البوصيلة لازم تبقى في حالة جيدة وبتبقى عايشة كويس عشان لما نحقنها او نزراها تنمو بشكل قوي وتدينا النتيجة اللي احنا عايزان دي المرحلة الاولى ان احنا بناخد البوصيلات وبعد كده المرحلة التانية نبدأ غرز او حقن البوصيلات دي في المنطقة الفاضية اللي هي منطقة الصلع وهنا بنزراها ونوزعها بشكل ليه توزيعة طبعا دقيقة جدا عشان لما تنمو تدينا شكل طبيعي ما يكونش ملفت توزيعة البوصيلات المزروعة من اهم مراحل العملية لان هي اللي بتتحكم في الشكل العام للشعر البوصيلات المزروعة بتنمو بشكل طبيعي جدا وتقدر تأثر الشعر او تطوله بكل سهولة رسمة الجبهة بتختلف من شخص لاخر عشان كده بيهمنا قبل العملية ان احنا نرسم الجبهة ونوري الحالة احنا هنعمل ايه وشكل الجبهة رسمتها تبقى عاملة ازاي لان يهمنا جدا ان ده النقطة دي تبقى بالاتفاق شوية ما بين جراحة تجميل والحالة عشان دي ليها نقطة نفسية كبيرة جدا وليها تخيل كبير قوي عند كل حالة عمليات زراعة الشعر الطبيعي بقى بتتعامل بشكل بسيط وضخيط جدا خاصة طريقة الاختطاف عشان كده بقى من السهولة انك تعالج مشكلة الصلاة عمليت زراعة الشعر الطبيعي من العمليات اللي هي ليها نتيجة هيلة جدا ومن العملات اللي هي حققت نجاح على مستوى العالم التطور فيها تطور سريع زي ما قلنا ان الافيو اي او الاقتطاف هو احدث تقنية فيها وتقريبا كل اللي بيعمل العملية دي بالفعل بيبقى مبسوط جدا من النتيجة اللي بتظهر فيه خلال من ثلاثة لستة شهور بعد العملية والشعر بيطول وبينمو بشكل طبيعي تماما وبنتعامل معاه بعد كده بعادي وممكن يتقص وممكن يننزل بيه البحر وما فيش اي مشكلة خاصة دكتور واقل غانم معنا جديد للجمال ورجعنا مرة تانية بعد التقرير وشوفنا قد ايه زراعة الشعر بقى حاجة سهلة وبسيطة ونتيجها مطمونة جدا دكتور احنا بقى عايزين نتكلم عن النتائج تمام هو طبعا النتيجة بتمر بمراحل ان احنا بعد العملية زي ما احنا قلنا هو شعر بيبقى بان ان هو حاجة رفايع جدا او صغيرة بتبقى منبتة بتبدأ تنمو خلال فترة ست شهور ست شهور بتبقى النمو بطيء وممكن يحصل فيه شوية سقوط عشان كده ما نقلقش بعد العملية انه ببقى فيه سقوط موجود بعد العملية يعني حضرتك بتبقى عمل احتياطاتك بالزيادة ده لازم لان الشعر موجودة في مكان جديد فلسه بتتعود على النمو فالنمو ما بقاش منتظم الانتظام في النمو بيبان على ست شهور فدائما بننصح ان اي حد بيعمل عملية ان هو استنى النتيجة ويتحسها على ست شهور ست شهور ده الوقت الطبيعي نحن نحس بيه النتيجة الحقيقة فيه بعض الحالات بتحس بالنتيجة قبل كده وده حاجة كويسة جدا ولكن فيه الغالب بنقول ان ست شهور ده الفترة الامنة لان احنا نحصل على نتيجة كويسة الحاجة التانية احنا ممكن نساعد النمو ده وفترة المتابعة ببعض الجلسات بالPRP اللي هي البلازما اللي تكلمنا عنها في اول حلقة ده زي من مراحل المتابعة اللي هو الPRP اه ممكن نعمل جلسات الPRP دي بتغزي الشعر اللي احنا زرعناه او الشعر اللي موجود الحاجة التانية احنا ممكن برضو نستعين ببعض العلاجات زي الفايتامينز وي بعض الكريمات او بعض الدهنات دي حاجات طبيعية تماما بنبعد عن المينوكسديل لان طبعا استخدامات المينوكسديل في الشعر الناس كثير قوي عارفة دلوقتي ان في بعض الاسبريهات اللي فيها المينوكسديل فيها مشكلة ان اول ما بتوقفها بيحصل تساقط شديد في الشعر عشان كده احنا لما بنعمل عملية ما بنعتمدش على المينوكسديل تاني خالص بل بالعكس بنستخدم الحاجات اللي فيها حاجات طبيعية بحيث ان هي تبقى مكملة وان هي تساعد النمو من غير ما تأثر سلبا او تأثر عكسا على نمو الشعر دكتور في سؤال كنت عايزة اسأله لحضرتك في ناس كتير بطبيعة شعبين بيكونوا مترددين انهم يعملوا زراعة شعر في تركيا بالاخصة يعني من اشهر بلاد زراعة الشعر بيتدور شهادة ضمان حضرتك بتتعامل مع الوضع ده ازاي؟ تمام الحقيقة الوضع ده انا بدأت ان انا مؤخرا اوجهه كتير في العيادة ان الناس بتطلب حاجة اسمها شهادة ضمان طبعا يعني هو الطب عموما الضامن فيه حاجة كتير قوي مش شهادة ضمان شهادة ضمان دي ممكن تبقى فيه جهاز او واحد بيجيب عربية او 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 ولكن كل امراض الطب بما فيها الجراحات كلها وبالاخص جراحات التجميل اتضمن فيها ان اول حاجة الجراح اللي بيعمل عملية لازم يكون حد ليه خبرة كبيرة جدا وليه خبرة في هذا المجال الحاجة التانية الموضوع اللي احنا بنعمله ده ده موضوع يعني فيه ابحاث كتير قوي بتضمن النتائج يعني لو فيه حالة دلوقتي حصل ان احنا بنقول ان نتيجة زراعة الشعر فوق 90% طيب يعني فيه نسبة زغيرة ما بتستفيدش صح؟ هل النسبة دي خطأ من الطبيب عشان بقى نتكلم بقى في في الوضع اللي هي الحالة الصعبة اللي فيه ناس متشككة فيها هو مش خطأ من الطبيب اللي عارفة ليه؟ لان احنا مش بنتكلم على منتج احنا مش جايبين منتج من برة بنحطه في الشعر او جايبين كريم بنحطه في الشعر ده الدكتور الجراح وظيفته الاساسية ان هو يعمل عملية دقيقة ينقل فيها بصيلة الشعر من نفس الشخص لمكان تاني يعني من مكان لمكان طيب النتيجة معتمدة على ايه؟ هل الجراح المفروض ان هو يدخل ايده يطلع الشعر؟ لا ده هو فيه جسم بقى في الموضوع فيه جسم ده بيلعب فيه عوامل كتير جدا هرمونات ومناعة وتغذية وا 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 افرض شخص عمل العملية وتعرض لتأثير خارجي زي جو سافر حالة نفسية الهرمونات طلعت واصرت او حصل رفض من جهاز المناعة الحالات دي حالات نادرة ولكن موجودة في الطب اي حاجة موضوع في الطب فيه كده هل ده ينفع انا طبعا انا زعلت قوي ويمكن معلش يعني انا بتكلم في النقطة دي ان فيه ناس تقولك ايه انا هعمل لك شط ضمان بحيث ان النتيجة لو ما طلعتش هرجع لك الفلوس ايه الكلام ده ايه الكلام ده كلام لا يعقل فهم ازاي؟ الضامن هو النتائج اي حاجة زي احنا هم نتكلم في كل عملات تجميل واكتر طبيعة الجسم كمان يا دكتور ولكن الحالات النادرة اللي فيها نتيجة ضعيفة دي حالات خاصة نتيجة لتعرض لمؤثر معين ادى الى ان العملية يبقى فيها ضعف في النمو وخارج الجدال وخارج ان احنا يعني منتكلم على موضوع اكبر بكتير من احنا ننزله لمستوى ان احنا ندي شهادة ضمان على العملية اظن الكلام ده مفهوم وعيب ان احنا نروج لعملية في جسم الانسان بكلمة شهادة ضمان الانسان ده صناعة ربنا وليست آلة عشان نعمل ايه احنا عملك عملية بس مش هات ضمان ده يعني كلام انا ارفضه تماما من معلش يعني غيرتي على مجالي وغيرتي على مهنتي ان حاجة زي كده مش هو ده الاسلوب اللي هنتكلم فيه على عملية كل العالم عارفها كل العالم عارف نتائجها اللي بيعملها هو ليه بصمة فيها اللي ما بيعملهاش يبقى هو مستغل لها استغلال اخر تجاري عشان كده بيقويها باستخدامش هات الضمان دكتور احنا في البداية تكلمنا عن تساقط الشعر بيكون من سنة بدر جدا من اطفال حضرتك ممكن عملية زراعة الشعر تبدأ بيها بوقت قدقي او عمر قدقي ده سؤال مهم جدا بقى ليه بقى لان فعلا هنا لازم لحد التوقيت العملية مظبوط لو الصلع ده وراسي وانا بدأت هذه العملية الشخص ده هيفاجأ ان انا زرعت له منطقة فضت في اول العشرينات وبعد كده وصل للتلاتينات لقى ان بقيت الشعر بدأ يقع فيجي يقول لي دكتور ده ايه ده ده الشعر وقع لا ده مش من العملية ده انت كان عندك شعر ووقع نتيجة ده صلع وراسي يبقى هنا الجراح لازم يبقى عنده امانة في ان هو يقول للشخص لو احنا انت الوقت عندك صلع وراسي وعندك المنطقة دي القدامانية او المنطقة الامامية فضت لو احنا عملنا العملية دلوقتي في احتمال قدام نحتاج عملية تانية وبالتالي هنا الشخص بقى مهيئ نفسيا ان هو يعمل يبقى ده تحديد توقيت مناسب في بعض رحية تقولك لا دكتور مش عملها دلوقتي انا هستنى لحد ما يثبت ويقع خالص ويثبت على الوضع الكذا وانا عادي متعايش نفسيا فساعته عمل يبقى ده توقيت تاني ان انا ممكن اأجل لحد ما الشكل بتاع الصلع وراسي يثبت لكن بنقول ان احنا بداية من 20 سنة ده سن مناسب انا اجري على زراعة الشعر طب في حالات ممكن نعمل قبل كده هي حالات خاصة قوي طفل اتعرض لحرق فعنده جزء من الشعر راح فانحنا ممكن نزر على المنطقة دي الحقيقة مفيش ضرر من زراعة الشعر ولكن بنقول عشان هي عملية بتبقى طويلة شوية ولها مدة فبنقول الامن لها بداية من سن 20 سنة وتحديد العملية بين اختلاف السببب زي الصلع الوراسي اشعر مجد يا دكتور بشكر حضرتك جدا كما معنا لسه اسئلة تانية ان شاء الله نستكملها في حلقات تانية بشكر دفن اللي كان منوارنا نهاردة الأستاذ الدكتور والغاني مستشاري جراحة التجميل وأصلاح العيوب الخلقية ودكتورة جراحة الأطفال والتجميل جامعة عين شمس وأيضا مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية لجراحية التجميل والإصلاح وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال بشكر حضرتك لفدن يا دكتور وكده خلصت فقرتنا استنونا دايما فقرات جديدة من طبيب الحياة كنت معكم مروا ميمي أشوفكم على خير وإلى اللقاء أشوفكم على خير